من انجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الفصل 24 من الاية 1-14 قال متى الرسول خرج يسوع من الهيكل ومضى فدنى منه تلاميذه يلفطون نظره إلى أبنية الهيكل فأجاب وقال لهم ألا تنظرون هذا كله الحق أقول لكم لن يترك هنا حجر على حجر إلا وينقض وفيما هو جالس على جبل الزيتون دنى منه التلاميذ على انفراد قائل قل لنا متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك ونهاية العالم فأجاب يسوع وقال لهم احذروا أن يضلكم أحد فكثيرون سيأتون باسم قائلين أنا هو المسيح ويضلون الكثيرين وسوف تسمعون بحروبا وبأخبار حروبا انظروا لا ترتعبوا فلا بد أن يحدث هذا ولكن ليست النهاية بعد ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات وزلازل في أماكن شتى وهذا كله أول المخاض حينئذ يسلمونكم إلى الضيق ويقتلونكم ويبغضكم جميع الأمم من أجل اسمه وحينئذ يرتد الكثيرون عن الإيمان ويسلم بعضهم بعضا ويبغض بعضهم بعضا ويقوم أنبياء كذابة كثيرون ويضلون الكثيرين ولكثرة الإثم تفتر محبة الكثيرين ومن يصبر إلى النهاية يخلص ويكرز بإنجيل الملاكوت هذا في المسكونة كلها شهادة لجميع الأمم وحينئذ تأتي النهاية ألا معكم إختي وأخوتي بهالأسبوع الثاني من بعد عيد ارتفاع الصليب المقدس بهالإنجيل يلي هو من إنجيل متى الفصل 24 نحن قدام الخطبة أو العظة الخامسة حول ما يسمي علماء الكتاب المقدس خطبة النهاية أكيد ما رح عمل دراسة كتاب مقدس إنما رح جرب أني كون عم بتأمل أنا وياكن على بعض المواضيع لأنه هالنص كتير كبير وشائك يسوع بيبلش بالتحذير احذروا أن يضلكم أحد إياكم أن تفضعوا لا ترتعبوا فأزان في ضلال من هو المضلل؟ هني هالبدع يلي نعرف مثلا أشهرهم شهود يهوى وغيرهم هني كمان أصحاب التقويات العشوائية المبنية على ما يسمى إذا بدكم بالسيبرستيسيون لدرجة أنه بيبشروا بمين مكان وبشو مكان إلا بيسوع المسيح القائم للموت وإذا بشروا فيه بيبشروا فيه عقياسهم هني مش عقياس وهو احذروا أن يضلكم أحد لأنه يحيكونوا أنبياء كذبة كل واحد بيخبرنا شي وبيعز الأزمات بتكتر هالشامبينيون من المضللين وكله بيصير معه وكالة حصرية بالسماء وبجهنم وبالملايكة وبصيروا يخبروا خبار وكأنه الناس مش نقصها أزمات يا أحبة نحنا قدام كلام الرب يسوع يلي ما عم بينفي واقع الإنسانية الهش صحيح هيدي مسيرة المؤمن بعد القيامة وهيدا هو بالصليب مثل ما بيقول مربولوس قتالهم من الخارج وخوفهم من الداخل ولكن نحن أقوياء بقوة الذي يقوينا لأنه ما في شي بيفصلنا عن محبة يسوع المسيح الدنيا أحبائي مبارح كانت هيك واليوم هيك وبكرة يمكن تكون أكتر من هيك المهم أنه نكون دايما باستنفار باستعداد بجهوزية ثابتين بإيمان إيمان الأجداد والأباء القدسين يلي اليوم هو هالوقت يلي لازم فيه ان ترجم هالإيمان يمكن هالظروف الصعبة ربنا بيسمح فيها تتكون الغربال إن كانت متما عم كان عم بيخبرنا بحروب بضيقات بأوبئة هاو دي كلهم مناح لأنه تتخلي الإنسان يرجع لحدوده شوية صغيرة هيدا غربال لإيماننا غربال لتقوياتنا غربال لكل واقعنا يلي هو أوقات من الروح على الأشور ومننسى الجوهر مشان هاك بيقلنا إنه هون بتكتر ساعة الخطيئة بتكتر الأنانيات اللهم أسألك نفسي ومشان هاك بيصير في حروب ومشان هاك بيصير في منازعات ومشان هاك الإنسان وقت اللي بيبطل يعرف حدوده طبيعي بيتعدى على الطبيعة وعلى نظامه والطبيعة بدي تنتقم منه إذا أخذنا مثل كتير بسيط يلي بتطلع صرختهم بكرة بإيام الشتي ييه فاتت المايع بيوتنا غرقنا طيب يا حبيبي أنت وينك معمر مش معمر بحدود النهر بحدود السياقية بأي حق أنت بتتعدى على الطبيعة الطبيعة بتسترجع حقه هيدا مثل كتير بسيط وطبيعي إنه كمان إيش يا كتيري يصير في عنا أوبئة لأنه الإنسان عم بهجن الطبيعة وعناصر الطبيعة وما رح يكون أدى لأنه الطبيعة وجدت قبل منه هو آخر شيء خلق تيكون مؤتمن عليها مش تيخربها هو بحالة ضمان يضمن الواحد الأرض تيستصلحها مش تيخربها ووقت اللي بد يردها لصحابها بتيردها يا أما متل ما كانت يا أما أجمل وطبيعي هالأمور اللي عم بتصير هايدي أمور طبيعية بتصير بسبب خطيئة الإنسان لكثرة الإثم تفتر محبة الكثيرين إيه طبيعي المحبة لما بتبرد يا أحبة بجلد العالم بجلد العالم إذا المحبة بردت ومشان هاي على المؤمن أن يتحلى بالصبر وجدودنا كل عمرهم يقولوا الصبر مفتاح الفرج بقى ربنا يفرجنا ويعطينا القوة إنه نقاف الدام يلي عم نمر فيه من دون خوف ومن يخد دور حدا كل واحد يشتغل بشغلته بمعنى أنه نترك ربنا يشتغل بشغلته شغلة ربنا هو الخالق وهو الديان نحن ما فينا نيخد دوره منشان هاي منصلي اليوم سوا ومنقل له يا رب اعطينا النعمة إن أكلنا أو شربنا أو مهما فعلنا أو مهما مررنا بظروف تكون كلها لمجد اسمك الكدوس ونكون فعلا شهود لمحبتك وحدة المحبة إذا حمية منيح بتدفي كل العالم وبطاعة النعمة اللازمة لكل إنسان بحسب حشته وقالله معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر